أعقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سفير نبيل مكرم اجتماعا مع عدد من الشباب المصري المقيم بألمانيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك لاستعراض البرنامج الذي أطلقه الشباب بعنوان أصلي مصري لتعاليم اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية استعرض المشاركون برنامج أصلي مصري مشيرين إلى أنهم مجموعة من المصريين يعملون تحت مظلة مؤسسة آي كي بي في ألمانيا بمركز جسور الثقافة والذي دشنه مجموعة من المصريين بألمانيا عام 2017 بمدينة ميونخ وأنه تم إطلاق البرنامج لتعاليم الأطفال اللغة العربية والحفاظ على الهوية المصرية والاطلاع على الثقافة والحضارة المصرية من خلال الأنشطة المختلفة